شوف بقى هنا المركز الإعلامي مشكوراً جداً 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 بأمانة شديدة لأنه لملنا القصة دي كلها في الإنفو جراف ده أو العرض المعلوماتي ده المركز عمل لنا عرض معلومات يسلط الضوء على جهود الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات الخضراء وريح لك على عملنا إيه في شرم الحصيلة بتاعة شرم تحديد بص يا سيدي تم انصفحات هاخدهم لك إيه كده على السخان بس بالعقل وبالهداوة الدولة تتوسع في تنفيذ مشروعات الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تخضير الخطة الاستثمارية للدول تخضير يعني تبقى صديقة للبيئة شوف المشروعات الخضراء بيقولك إيه هي مشروعات بتهدف لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاتات الكربون والنفايات والتلاوث من الآخر كده مشروعات ما تلوثش البيئة ما تضيقش حضرتك وانت بتتنفس ما تتسببش في التحجر الرئوي لا تتسبب فيه بعد الشر عن الجميع السرطانات وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض مناعة وبتاع نتيجة تهالك الجسم لا مصر مش عايزة كده مصر عايزة تحافظ عليك وعلى صحتك ده نمرة واحد ويه تخليك تشتغل ويه انت تكسب هنشوف قالك اصدار السندات الخضراء طب ايه هي السندات الخضراء بمنتهى البساطة احنا فاهمين السندات دي تبقى سندات ملكيات واستثمار طيب بنعمل فيها ايه اه بقولك والله السندات دي علشان خاطر اقدر اقدر اوفر التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة اللي ما تتعبش صحة سيادتك واللي في نفس الوقت تساعد سيادتك على انك تقدر تشتغل ويبقى فيه عندك فرصة عمل محترمة لائقة بمبلغ محترم طيب فمصر تبقى اول دولة في الشرق الاوسط من المحيط للخليج واول دولة في شمال افريقيا بطبيعة الحال تطلع السندات الخضراء السيادية الحكومية في الاسواق العالمية اه يعني ايه يعني مصر تطلع سندات من عشرين عشرين شوفت بقى انت عامل الوجب بتاعك من بدري من قبل شرم الشيخ من عشرين عشرين سبعمية وخمسين مليون دولار فيبقى مصر لأول مرة في الحالة دي تخش على المؤشر بتاع جي بي مورجن المتخص تحديدا او المختص تحديدا بالبيئة والحوكمة بنسبة واحد وطمانتاشر من مية في المية النسبة دي هتعكس لك اجمالي حجم سندات الخضراء في العالم قد ايه ده مصر بس طيب الاستثمارات الخضراء في الخطة الاستثمارية بتاعتنا عشرين اتنين وعشرين لتلاتة وعشرين شوف بقى الرقم ده النسبة الحلوة دي اربعين في المية نسبة الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة من اجمالي الاستثمار العام في مصر كله يعني اربعين في المية من حجم استثمارات مصر هيبقى في الاستثمارات الخضراء بص الرقم ربعمية وعشرة مليار جنيه تم توجيهها لعدة قطاعات تعال نشوف أبرز وأهم القطاعات دي إيه ميتين تسعة الأرقام دي كلها بالمليار أي رقم هتسمعوا بالمليار ميتين تسعة وخمسين نقل نظيف يعني غزو كهرباء تمانية وتلاتين صرف صحي مستداب يعني صرف صحي لا يلوث البيئة سليم مش الترنشط والتخزات تحت القد بتاع التلاتين سنة اللي فاته أوعى التلاتين سنة كانوا حلوين أوي يا خبى ربيت كنا عايشين في الجنة الفردوس ونعيمه خمسة وعشرين مليار للطاقة النظيفة اتنين وعشرين مليار لمياه الشرب النظيفة تلاتين سنة كان المصريين في بعض المناطق يفتحوا الحنفية تنزل بني تمنتاشر ونص مليار لتحسين البيئة أربعتاشر مليار للري المستدام حداشر مليار للزراعة المستدامة اللي بعده أيوة شوف بقى طب وأبرز مشروعات الطاقة النظيفة أبو حجاج بص يا سيدي مشروعات الوقود الأخضر بالتحديد عندنا فيها 16 مذكرة تفاهب هيجي واحد يقول لي والتنفيذ قد إيه أقولك تقريبا 60% مشروعات يبدأ التنفيذ عقود فعلي تعال نشوف مثلا بعض الحاجات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين ده في عتاءه ده مخطط تنفيذه بقيمة 2.7 مليار دولار خضر كده يطلعوننا قد إيه 2400 ميجاوات قدرة انتجية المشروع هي مصر دلوقتي بتنتج كم مصر دلوقتي بتنتج تقريبا حوالي 61 ميجا فاحنا بالمشروع ده هنزود 2400 تعال بص على جبل الزيت ده بقى معمول 12 مليار جنيه تكلفة المحطة يطلعوا 580 ميجا ده بتاع جبل الزيت اللي هو ايه بقى طاقة الرياح طواحين الهوية هدي طيب مجمع بنبيان للطاقة الشمسية واحد من اكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم واكبر مجمع شمسي في الشرق الاوسط والمنطقة العربية والقرى الافريقية 2 مليار دولار اجمالي استثمارات المشروع يطلع قد إيه 1465 ميجاوات ده اجمالي قدرة الانتجية انت عارف بنبان ده قد إيه مش المساحة مساهمته في الطاقة احنا وإحنا صغمططين كده كنا دايما نتعلم انه مصر تولد الطاقة عن طريق السد العالي صح؟ حلو وهو مشروع عظيم بالمناسبة بس هو ابن وقته بنبان ده بيطلع طاقة تساوي 90% من حجم انتاج السد العالي يعني من الاخر كده بنبان ده سد عالي جديد عشان اختصر هالك مش مصدق دور ورايا محطة الطاقة بتاعت الرياح اللي في السويس كام 4.3 مليار بتطلع كام 250 ميجاوات قدرة انتجية للمحطة إيه اللي بعده؟ فيش احلى من الحقيقة اقول الارقام والله العظيم بص بقى على المونوريل بتاع العاصمة الإدارية وستة اكتوبر شوف يا سيدي تكلفة المشروع ده 2.7 مليار يورو خلاص؟ طيب هيستخدموا كام بني آدام ستمائة ألف راكب يوميا يستفيد من الخط بتاع مونوريل العاصمة الإدارية طيب وستة اكتوبر عام يوسف ستمائة وخمسين ألف راكب يوميا يعني أنا بتكلم في مليون ومتين وخمسين ألف مواطن كل يوم هيستخدموا هذا المشروع طيب وقاطر الكهرباء تكلفته بقى هنا ده بالجنيه 519 مليار ونص تكلفة المشروع طول القطر قد ايه 2000 كيلو متوزعين على ثلاث خطوط يا حلولي يا حلولي فمصر هنركب القطر الكهرباء اه والله العظيم طيب القطر الكهرباء الخفيف ما فيه واحد سريع وفيه واحد قطر خفيف الخفيف تقريبا 45 مليار أنا خلاص بجبر الكسور ده الفلوس ما تهمنيش يا جماعة والله العظيم بتكلم بجد اللي أنا شايفه في البلد دي أصبح إنه فعلا أول مرة حس إن مصر بقت عارفة هي بتعمل ايه والله العظيم 45 مليار اجمالي تكلفة المشروع يستفيد منه كان بني آدم قطر الكهرباء الخفيف ده كل ده غير المونوريل غير القطر الكهرباء السريع يعني لو أنا جمعتها لك هقولك دول مليون طيب والمونوريل عاصمة قدارية و 6 أكتوبر مليون وربع بالملي صح كده يبقى 2 وربع 2 مليون وربع شوف بقى أنت هنا هو القطر الكهرباء السريع ده بالمتوسط كده هيستخدمه تقريبا برضو حوالي مليون بني آدم لما تيجي تشوف الحزبتين دول يعني أكتر من 3 وربع مليون مواطن هيستخدمه الحاجات دي إيه ده طيب تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أنت قاعد عمال بتتجه بقى الكل ده أنا بنت الغاز طبيعي أنا بصدر غاز طبيعي أنا مصر المركز الإقليمي لتصدير الغاز الطبيعي وخلال سنتين 3 ماكسما معرف أحمد زاكي في اللي بقى لك ماكسما هيك ماكسما أول 26 هتبقى أنت مركز إقليمي لتصدير الطاقة الخضراء بص بقى لا الطاقة الخضراء والغاز يعني الاتنين not only but also تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي 126.5% دي نسبة زيادة عدد السيارات اللي تحولت للعمل بالغاز الطبيعي ده من ساعة ما بدأنا المبادرة هنا تفهم الفرق ما بين أي كلام يا عبدالسلام في مية البطيخ والشغل اللي بجد أنا أعمل غاز طبيعي أي كلام مية البطيخ ساعة الجد أهو النسبة قدامك بقول أرقام ما بتجذبش خالص شوف كده 209 ألف سيارة تقريبا كنا لحد 2014 خش بقى على عشريني اتنين وعشرين ربعمية اتنين وسبعين ألف طيب بص بقى التكلفة واحد واربعة من عشر مليار جنيه تكلفة تحويل 2300 أتوبيس تم التعاقد عليها خلال الثمن سنين في هيئة النقل العام بالقاهرة والسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي زبان انت بقى كنت بتدلق الغاز للعدو قبل الحبيب بتدلق كده بالبلوشي شد الحباب ينبسطوا اللي بعده أبرز مشروعات الزراعة والري والتحلية والصرف الصحي المستدام أبرز مش كله عينة ولكنها بيّنة 320 مشروع زراعي تم تنفذهم خلال 8 سنين 320 مشروع زراعي أنا فاكر زمان لما قالك يا تشكة عدنا طول عمرنا طول عمرنا يزلونا بإنه في حاجة اسمها تشكة ومشوفناش منها حاجة بردو إلا السنة اللي فاتت 320 مشروع زراعي 30 سنة زللنا بتشكة الله العظيم 320 مشروع زراعي تم تنفيذه خلال 8 سنين بتكلفة قد إيه أكتر من 42 مليار جنيه مجالات بقى الزراعة المستدامة مكفحة التصحر الحد من أثار التغيرات المناخية مش 30 سنة سايبين الناس تبني على الدلتة والأرض الزراعية الخصبة اللي مفيش منها هو على 30 سنة ولا ييجي زيهم هو ولا ييجي زيهم في الفساد طيب تعال نشوف بقى 6276 من عشرة كيلو متر قول 6272 دي أطوال تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع أي مزارع أي فلاح عارف أهمية المشروع ده كويس سيبك من الناس اللي قاعدة عمالة بتهزي وتنظر ده مشروع علشان عدم ابتلاع الطربة للمية ده مشروع علشان مكافحة التبخر بتاع المية ده مشروع علشان وصول المية بالكامل للمزارع وللفلاح لأرضه بدل ما كانت مليانة عوائق وقمامة وملوسة وارد النيل وحدسها لهم مجرة ده مشروع علشان تبقى المية نظيفة اللي بتوصل بص بقى شو 6272 كيلو ولسه شغالين موقفناش طيب بص على الفددين واحد مليون فدان تقريبا هم أقل قليلا يعني أزياد قليلا واحد مليون فدان من الأراضي الجديدة بتشتغل باق أو اشتغلنا على تحديث نظام الري بتاعها وده كان في نهاية يونيو عشرين واحد وعشرين يونيو عشرين واحد وعشرين واحنا في شهر كام يا أولاد ده احنا النهاردة واحد وعشرين نوفمبر اتنين وعشرين يعني لو احنا جينا بقى عملنا كمان إعادة تحديث للحصر طبعا الرقم ده هيمط ما هماش مجرد مليون بقى ده كل ده نهاية شهر يونيو ما احنا في المركز بيحسب علق أو بيجمع علق العام المالي اهو نهاية شهر ستة مليون فدان طيب بص بقى مشروعات الصرف الصحي المستدامة أنا جايلك على محطة محطة معالجة ميا بتاع بحر البقر دي أكبر محطة معالجة ميا في العالم مش بس في مصر مش بس في شمال إفريقيا مش بس في المنطقة العربية مش بس في القرى الإفريقية في العالم أكبر محطة معالجة ميا في العالم على فكرة ده انت بتنفس نفسك لأن انت دلوقتي بتشتغل على محطة جديدة اللي هتشتغل على ري تقريباً اتنين مليون فدان لوما الدلتة الجديدة مستقبل مصر ومليون فدان ولا مليون وربع فدان تانين لوما بتوعي الدلتة الجديدة بص بقى السيدي محطة تحليط البحر كمان أنا بقلت لك شس على بحر البقر كانت تكلفة قد إيه مليار دولار طاقة انت جاية قد إيه خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب يومي عارف المتر المكعب صح ولا إيه متر في متر في متر يبقى متر مكعب طيب محطة تحليط مياه البحر في الجلالة مية وخمسين مليون دولار تكلفة بتطلع لي مية وخمسين ألف متر مكعب يومي طيب محطة معالجة مياه الصرف في صحية منطقة الجبل الصفر سبعة وثمانية من عشرة مليار جنيه تكلفة قد إيه بقى مليون متر مكعب يومي إجمالي بقى طاقة التوسعات ده كده احنا بنقول صباح الفلف اللي هي بتاعت الجبل الصفر إجمالي التوسعات بتاعتها واللي هي ان شاء الله تنتهي في نهاية عشرين تلاتة وعشرين نصل إلى تلاتة ونص مليون متر مكعب يومي بتعرف تحسب ولا نحسب سوا تلاتة ونص زائد مياه ثلاثة مليون ستمائة وخمسين يبقى تمانية مليون ستمائة وخمسين يبقى تسعة مليون وربع مليون تسعة مليون وربع متر مكعب يومي في الشواية دول بس في التلاتة دول بس بس تلاتة اللي بعده أبرز مشروعات تحسين البيئة مبادرة الحد من التلوث خلال أو مشروعات الحد من التلوث خلال التمن سنين اللي فاتوا تسعة وعشرين ونص مليار كانوا تكلفة رفع لمتين وتمانين مليون طن مخلفات يوميا وبالمناسبة ده رقم تاريخي 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 في الحاجة ايه؟ ان احنا عندنا هذا الكم من المخلفات المتركمة دي مأساة ولكن الجيد ان انت كنت بترفع هذه المخلفات واشتغلت على ده تمان سنين قاعد عمال بتشتغل على الحد من التلوث ده حفظا على صحتك مفيهاش حاجة دي طيب اربعة واثنين من عشر مليار جنيه قيمت عقدين لانشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدفن الصحية ورفع التراكمات في منظومة النظافة طيب تلاتة مليار جنيه تكلفة توقيع عقود تشغيل منظومة المخلفات الجديدة في خمس محافظات مية ستة وعشرين مليون دولر تكلفة مشروع ادارة مكون المخلفات الصلبة للتحكم في تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى فاكرين السحابات السودة والتلوث وحاجة كانت يعني ما فيش حد كان قاعد فيه العاصمة إلا ولازم عنده حساسية خمس تلاف معدة تنظيف تم شراءها أو رفع كفائتها معدات الأليات الضخمة خمس تلاف طيب المبادرة الرئاسية للتشجير ريس عمل مبادرة اسمها ميت مليون شجرة انت متخيل ميت مليون شجرة دول يعني ايه؟ ميت مليون شجرة يعني شجرة لكل مواطن تقريبا يعني اكسوجين يعني نظافة يعني شكل رائع حاجة مختلفة تماما ميت مليون شجرة طيب ثلاثة مليار جنيه يتم تخصصها للمبادرة خلال سبع سنين تمانين مليون شجرة بتساهم مزارة التنمية المحلية بزرعتها حلو والعشرين مليون التانين هتستكمل بقى وزارة البيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زرعتها فانت هنا بتتكلم على ثلاثة وزارات تنمية محلية هتشيل تمانين مليون شجرة اللي هي المحافظات خلاص كده؟ طيب والعشرين البقين دول ما أمامين وزارة البيئة وما بين وزارة الإسكان ممثلة هنا فين؟ فهيئة المجتمعات بص لأهداف الرئيسية للمبادرة مضعفة النصيب الحالي للفرد من المساحات الخضراء والذي يقدر بواحد واثنين من عشرة متر مربع فرد عايزة ضعفة خفض امبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي واحد وستين واثنين من عشرة مليون طن سنوي طيب دي يعني ايه؟ يعني حوالي عشرين في المية من اجمال الامبعاثات السنوية الحاليها في مصر تعرف يعني ايه تحسن الجو بتاعك بالنسبة 20% دا حياتنا تختلف يا اخي دا احنا ممكن نكبر تخلا لاني 48 سنة منكم الأكسجين اللي أنا ممكن أشمه زيادة بمقدار 20% عن اللي كنت بشمه قبل كده أنا ممكن أطول مدن الجيل الرابع إيه هي مدن الجيل الرابع عشان لما تسمع المصطلح تبقى فيها ولما تحب تتنقش مع أصحابك على القهوة تبقى عارف أنت بتقول إيه مدن زكية خضراء يبلغ نصيب الفرد من المساحة الخضراء فيها من 10 ل 14 متر مربع هيص ده الفرد مش أقولك هيص انت ولادك هيص 10-14 متر مربع مساحة خضراء أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة هو أنت فاهم العاصمة الإدارية الجديدة معمول فيها النهر الأخضر ليه فانتازية لا هذا النهر بيقسم العاصمة بالنص كده زي ما نهر النيل بيقسم القاهرة بتاعتنا بالنص كده يمانها وش مالها طيب القاهرة الكبرى النهر ده مش فانتازية نهر ده جمال نهر ده رئة لهذه العاصمة وده شيء شديد الأهمية رئة خد بالك هي العاصمة أصلا هي مدينة خضراء صديقة للبيئة أصلا مدينة زكية فانت كمان تحسن من الظروف بتاعتها تعالى على الباق لا تجي الوحدة الوحدة اه كوب سبعة وعشرية قمة المناخ وماذا أعطتنا قمة المناخ أقولك استثمارات أجنبية في مجال الطاقة المتجددة عندنا تسع اتفاقات إطارية تم توقعها لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة حجم الاستثمارات قد إيه يا يوسف تقريبا 85 مليار دولار ودول هيشغلوا الناس يا يوسف تقريبا 275 ألف فرصة عمل 275 ألف بيت مفتوح في إيه في مشروعات كريمتك كريمة الطاقة المتجددة حاجة كده اللي بيسموها top notch دي اللي هي إيه اوعى أعلى تكنولوجيا في الوجود الشركات والتحالفات العالمية اللي تم عقد اتفاقات معاها أنا آسف شركة سكاتيك النرويجية وتم بالفعل تنشين المرحلة الأولى من المشروع احنا نتكلم كتير احنا بدأنا في المرحلة الأولى طيب شركة إيميا باور الإماراتية شركة مصدر الإماراتية دي اللي أنا رحتها ديف أبو ظبي عارفها كويس مدينة جميلة جدا شركة جلو دي شركة إيه جلوبلك البريطانية شركة الفنار السعودية تحالف توتل أو توتال الفرنسية وإنارة كابيتل المصرية شركة رينيو باور الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي مصر شركة فورتس كيو فيوتر اندوستريز الأسترالية FFI شركة زيرو ويست المصرية وإي دي أفرين يولز الفرنسية يا سلام طيب الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الخضرة 10 مليار دولار قيمة استثمارات في المشروعات الخضرة وتم توقيع اتفاقيات الشراكة وخطابات النواية على المنصة الوطنية للمشروعات الخضرة نوفي ونوفي ادخل بعد اذنك على المنصة تشوف بعنيك وتنبسط وتعرف ايمة اللي تعمل في بلدك خلال 8 سنين ووصولا ليوم او لوصولا لقاب 27 بتعشر من الشيخنا وتفتخر بنفسك وبالبلد اللي انت مواطن فيه بص الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والمانيا تقديم حزمة قدرها 500 مليون دولار لتمويل وتسهيل انتقال مصر للطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة بنسبة 10% طيب بص بقى المانيا بتوقع مذكر التفاهم مع شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة باسف الألمانية لانشاء مركز لوجستي اخضر في السخنة 360 مشروع اللوجستي او مشروعات لوجستية تم التعاقد عليها خلاص مشروع امتداد محط التداول للحاويات كمحطة تانية او المحط رقم 2 في مينة شرق بورسعيد ده مينة شرق بورسعيد يحدث ولا حرج انا نفسي روح اصور هناك والله بتكلم جد عايز اروح هناك مينة شرق بورسعيد طيب بص بقى الاستثمارات بتاعت مشروع ده تحديدا ايه 500 مليون دولار اه انا عاوز اطلع لفة مواني والنبي ده تبقى جميلة يا رب يا كريم طيب مشروع محطة مش رئيس الجمهورية تكلم معنا على المواني اه انا فاكر كويس عايزين نطلع بقى ونبص مش نبص عشان حاجة عايزين نفرح عايزين نوري الناس عايزين نفرج الناس عايزين نعرف الناس اللي حصل في البلد دي مشروع محطة متعددة الاغراض بميناء شرق مش قلت لكم ميناء شرق بورسعيد ده حدوتة والله العظيم في ميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع تحالف سكايل الاستثمار وريلاينس لوجيستك باستثمارات تراكمية حوالي 65 مليون دولار ايه ده وزرطة تعاون الدولة عاملة شغل عالي قوي ماشي ايه اللي بعده الصفحة سابعة قبل الاخيرة شفت انت الخمسة وتوانين مليار بتوح حصاد المناخ ولا لسه لأ ده انا هكملك حصاد قمة المناخ اكمل تابع المبادرات الافريقية اللي اطلقتها مصر شوف بقى المرأة الافريقية والتكيف مع التغيرات المناخية حياة كريمة لافريقيا صامدة امام المتغيرات المناخية تجربة حياة كريمة في مصر تجربة اصبحت تخرج من الحيز انا جيت كده بعيدة عن القضاء اعود هيقلني اهو صح عود؟ تجربة حياة كريمة خرجت من الحيز الجغرافي المصري باعتبارها اهم تجربة تنموية يراها العالم بالمناسبة مش بس احنا الى تجربة ملهمة ويبدأ اخواتي الافرقى يطلبوا هنا بقى ايه؟ الخبرة والعقل وعاوزين نعرف التجربة دي مشت ازاي طيب عايزين ايه يا جماع؟ احنا عاوزين نعمل تجربة جديدة فنيجي نقول طب ما تيجو نعمل حياة كريمة في افريقيا علشان تحسن من حياة تلاتين في المية من اخوتنا في افريقيا بحلول العام عشرين تلاتين قولوا ان شاء الله وهننجح ولا تستبعد ان حياة كريمة تخرج بالهامها من القرى الافريقية لاصدقائي في امريكا اللاتينية لما اقول لك فخمت الرئيس والله العظيم انا بتكلم بجد وبدون اي مجملة والله العظيم حياة كريمة افريقيا دي خد بالك وحديث الرئيس في شرم الشيخ على الوساطة او العمل والمساعدة في وقف الحرب ما بين روسيا واوكرانيا قلت لك وقتها ايه قلت لك دي مرحلة زعامية مش مرحلة رئيس الدولة او قائد الدولة دي مرحلة زعامية هتيجي حد تاني هيجي يقولي لا يوسف انت ناسي مسألة اللي حصل فيه وقف اطلاق النار وافئة رمق الصدوع ما بين الفصائل الفلسطينية هقولك صح كلام جميل بس في النهاية ده دور مصر التاريخي ده دور مصر التاريخي فقضيتها المركزية قضية العرب المركزية الصراع العرب الصهيوني لكن انت دلوقتي عاصمة صنع قرار دولي مش بس على المستوى الاقليمي العربي انت خلاص بقيت الافرقة بيستلهموا تجربتك وهتشوف انه ده هيحصل مع امريكا اللاتينية والايام بين طيب اصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في افريقيا والدول النامية من اجل انتقال عادل للطاقة في افريقيا لتأمين وصول الكهرباء لأكتر من 300 مليون افريقي المخلفات العالمية 50 وده بحلول 20-50 لمعالجة ازمة ادارة المخلفات في افريقيا الى هذا القدر الى هذا المدى مصر مستمر في حمل قضايا افريقيا على عاطقها وايجاد حلول لهذه القضايا طيب اطلاق اول سوق افريقي طوعي لاصدار وتداول شهادات الكربون ده هيعمل ايه يا جماعة ده هيعزز قدرات قارتنا الافريقية على تحقيق مستهدفاتها المناخية وفق المعيار الدولي طيب اطلاق اول صندوق مصري للاستثمار في ايه بقى شهادات الكربون اللي هو اي جي كوب وده بيصل رأس ماله المرخص لمليار جنيه شوف المبادرات العالمية اللي اطلقتها مصر المنتدى العالمي للهايدروجين المتجدد اطلقوا فخامة رئيس الجمهورية وده يبقى بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين المنتدى العالمي للهايدروجين المتجدد فاكرين منتدى شرق المتوسط ولا لا طب جبنا جول ولا لا جبنا جول في الجول مبادرة الحلول من الطبيعة وهنا بترصد الدول المتقدمة حزم تمويل بقيمة 100 مليون دولار ده برضو مبادرة مصرية اكمل لك اطلاق مسرعة تكافؤ الفرص ما بين الجنسين رجل وستة فيش حاجة اسمها اجماعة فرق بين الناس بالنوع والعمل المناخي بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الافريقي والوكالة الفرنسية للتنمية شوف ابرز التوصيات الختمية لهذه القمة انشاء صندوق الخسائر والاضرار اللي كنا بنتكلم عليه امبارح مع دكتور علاء عبادة الخسائر والاضرار لمساعدة الدول النامية المتضررة من كوارس المناخ واقرار صندوق او صندوق المناخ الاخضر اخيرا وليس اخرا لانه لا مصر هتتوقف ولا هتقف ولا هيقدر حد يوقفه شوف يا سيدي الرؤية الدولية بقى للجهود المصرية في تنفيذ مشروعات خضراءة عايز ايه؟ عايز برنامج الامم المتحدة للبيئة انشو بيقول ايه؟ تتبنى مصر استراتيجية قائمة على العديد من مبادئ واهداف الاقتصاد الاخضر كما تعتبر مصر دولة رائدة في مجال التحول الاخضر لبرنامج الامم المتحدة للبيئة طيب تعال نشوف اي اف سي اللي هو مؤسسة التمويل الدولية بيقولوا ايه؟ كل ده نسبة عبلاد بره اصدرت مصر اول سندات خضراء للقطاع الخاص بدعم البنك التجاري الدولي لتوفير رأس مال لمشروعات التنمية ذات الفائدة البيئية تلك الجهود تأتي وسط مساعي مصر لحشد التمويل الكافي لمواجهة التغيرات المناخية لحشد مساعي مصر لحشد مصر فعلا شغالة بشكل حقيقي وكامل في قيادة هذه المسيرة حقيقي حقيقي عشان كده شفنا اللي احنا شفناه فين؟ في 27 في كوب 27 في شرم الشيخ شوف صندوق النقد الدولي بيقولك ايه؟ نظرا لما تتعرض له مصر من خسائر جراء تأثيرات التغيرات المناخية اطلقت مؤخرا استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ كما اصدرت اول سند اخضر في المنطقة لتمويل مشروعات النقل النظيف والادارة المستدامة للمياه طبعا فضلا عن تنسيق العمل العالمي مش العمل المحلي ولا الاقليمي ولا القاري العالمي ده كلام صندوق النقد الدولي مش احنا اللي بيقول كده عن نفسنا هما اللي بيقولوا بشأن التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حداتها بصفاتها مضيفة مؤتمر المناخ كوب 27 فتش سلوشنز بيقولوا ايه بقى؟ اه طبعا العالمي بتاعت الاخوان هيطلع يقولك ايه؟ او اللي بيشتغلوا عندهم يعني؟ اه دول اسمهم خدمين الجماعة اه الله هو خلاص كده ده لقبهم اعتمد اللقب ده على السوشال ميديا خدمين الجماعة العالي اللي هي ايه؟ مش الجماعة ثم خدمين الجماعة دول مش خدمين اللطفة دول خدمين الجماعة خدمين الدولار صادرات الكهرباء ومشروعات الهايدروجين الأخضر ستدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري ده كلام فتش سلوشن هما اللي بيقولوا ان مصر بتصدر كهرباء او مشروعاتها في تصدير الكهرباء عشان يبقى ضخل جدا في تصدير الكهرباء والهايدروجين الأخضر ده اللي بيشكك فيه اعلام الإخوان يقول لك كذب مش حقيقي الكهرباء ولا هيدروجين ده بيتحكوا عليكو يعني فتش سلوشن كذبة طب لو فتش سلوشن كذبة بتعلينا حاجة وحشة يبقوا صادقين ولا كذبين تا ايه رأيك اهو قال لك ما صادرات الكهرباء ومشروعات الهايدروجين الأخضر هتعمل ايه تدفع النمو طويل المدى الجاوة بقى بتاع اعلام الإخوان ده سنتين ويخلص وكل ده هيقفل اي كلام ايه وعد صدق اهو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري تعاليش يعني طويل المدى لقطاع الطاقة المصري ده معناه ان انت عندك قدرة انتجية على توفية كافة الاحتياجات المحلية يعني الاحتياج الصناعي والاحتياج السكاني وعندك فوائد ضخمة طويلة المدى فتش اللي بتقول للتصدير ده مش حد تاني من عندنا اللي بيقول طيب البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بيقول ايه مصر اللي لديها مشروعات بالطاقة المتجددة سريعة النمو بس كده لا البنك الاوروبي قالك وتدعو للفخر البنك الاوروبي اللي بيقول وتدعو للفخر ولديها امكانات كبيرة لتسريع التحول للاقتصاد الاخضر ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية مثالا قويا على ذلك خدت بالك بالحطة دي مثالا قويا على ذلك مشروع بنبان مثال دي مصر ايه تدعو للفخر يا راجل بقى البنك الاوروبي يقول تدعو للفخر وينتلقى وتصدق خدمين الجماعة دا اسمو كلام ينفع ماينفعش اشتركوا في القناة